موسيقى مبدئيا اليوم حبوا كوادر KPR يقوموا بهذا الانيشياتيف ويجوا يعملوا تنظيف بشاطئ البصرة وعننا حدود تبعين ثمانين واحد من ثلاثة مشاريعنا الموجونين بمجنون وحاق الروميلة وهذا بيساهم بتنظيف البيئة إن كان بمشاريعنا الهندسية أو برضو بعملنا الاجتماعيين وهلا بلشنا نكون موجودين على الأرض ولكن هناك أعمال تانية حنقوم بها إن شاء الله بالمستقبل هيدا أول يوم قبل كنا شاركين بأعمال بجامعة البصرة للنفط والغاز وهلا نحن موجودين هون وفي أعمال تانية حنقوم بها بالمستقبل أكثر طبعا حملتنا هي مزامنة تنوية كثير من الحملات اللي انطلقت من أبوظبي تقريبا هو الفرع الرئيسي KPR بمنطقة الشرق العوصر هي تكون أول حملة اللي اسمها ون أوشين اللي بلشنا بيها من كورني شرق العرب طبعا هاي الحملة تدمن عدة اكتيفيتيات أو عدة أنشطة اللي منظرنها راح تكون أيضا لحملة تتقي في العوائل البصرية هي صح شركة ربحية شركة انترناشنال معروفة جدا على مستوى عالمي بس بنفس الوقت عدها من بين فترة وفترة استوي انشطة خيرية إنسانية طبعا لخدمة البصرة وخدمة جنوب العراق اليوم بدأتوا من شرط العرب اليوم بدأتوا من شرط العرب الكورنيش نسمي الكورنيش الجديد هنا بالبصرة قمنا بعمل تنظيف بسيط حملاتنا مستمرة حملاتنا مستمرة حملاتنا مستمرة راح تكون على طول السنة بالنسبة للحملة اليوم هي من منطلق عالم أجمل بيئة أنظف إرث للكرسالة للعالم أنه لازم نحافظ عدبية للجيل الحالي والأجيال الخادمة من ضمنها كانت شاركة والعوائل والموجودة والكوادر الموجودة أيضا انطلقنا على كورنيش البصرة وأيضا على مستوى كي بي آر كشركة عالمية نفس الحملة انطلقت مختلف الدول مثلا كسعودية خطار الفيض والإمارات تحث وتصر رسالة الباقي الناس أهمية الشواطئ وتأثير نفايات البلاستيكية على البيئة والنفايات وتأثير وتأثير على القرى العظيم والله أنا آفح لأن البصرة هي مدينتي أنا ولدت ورح أموت هنا فأكيد فرحانة أنظف بالأخير كل الأمباكة هيرجع علينا إحنا فأكيد فرحانة إلى اللقاء جيدًا يا ه chrome حيistical شكرا